عدلوني فيك عشق النصيحة ونشدوني عنك لربين اخطايا عدلوني فيك عشق النصيحة ونشدوني عنك لربين اخطايا ونشكت من الهواء كان حبيحة ونسكت تستنقض وجرح عليها ونسكت تستنقض وجرح عليها ونسكت تستنقض وجرح عليها حياكم الله معنا في حلقة جديدة بديكور جديد بالله خذوا لفة تكفى في الديكور كده عشان يبان لا أقوم أمتر لهم ونريم تعرضت التشمير ونرى كيف وسعنا الديكور والشباب طقوا لون الطباشيري لبيضاني ولعوها اليوم وعبود كان غاطس وروم فاقدينه توا يبان تدري ظلمينه أول مع هذا الأسود الصغير سم رضينا عنه ايه رضينا نهجبنا قدام الخبر رول يقول لك الداخلية طبع الداخلية الآن شروط وضوابط لتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة يقول لك الداخلية راح تركب كاميرات في المداخل الأسواق في المحلات في الشوارع في الأماكن الخاصة بالنساء في كل مكان وأنا أشوف أنه أفضل قرار محتاجين لفترة الجاي لأنه إحنا عندنا ناس يعني شفتوا مقطع حرامي اللي دخلي مقز الكاميرا قال مالك سرق ذا بس فلما تنشي الكاميرات والناس تدري ان فيه كاميرات الناس راتخاف طرح إذا سافروا ما يخوفهم من الكاميرات وين فيه كاميرات ومحاول شو نسوي فيه كاميرات حلنا نبي كل شي كاميرات وإذا بعد إشان تخف الميزانية إنه إجبار كل المحلات كل محل موجود إجبار ورشة ولا حلاق ولا ذا كاميرتين عند بابه إجباري فوق البيعة كل هلفين ريال كمان إن شاء الله ما هم خسرانين شي رائعين محلات الخبر الثاني يقولك توقيف مواطن هذا المواطن يا أخي فاق بود يقول شي هذا المنفيما حديقة عندنا فتكنا من مشاكل الحدائق والوصاخة والمدرشة هذا علق ذبيحته وصلقها في المرجحة اللي نعم هذا العامة الشباب كاتبين الرجوحة في الرجوحة ما أنتم شمعنا الرجوحة الرجال علق الذبيحة وصلخ طلعنا بموضة جديدة حلنا زمان كنا نخاف من قضية إنه يا جماعة لقطوا حطوا كياس الزبايل الله يكرمكم حطوها في مكانها وانتبهوا وسلم المكان نظيف الحين بنقول ما نبي دمان ذبايح ما نبي ترى حديقة مما صلخ يعني حتى الأطفال بيجيوا بزران تركضون تخيي شكل مرأيين بني يكونوا يرجع لقنده كان يصلخ ويضبط وليت بيأكل اللي في الحديقة كلهم يروح يطبقوا عياله يسحب على العالم منهم ما وقفوه الرجاب الخبر الثالث يقول لك اتلاف الأجهزة الألكترونية يعرض الطبيعة هو الإنسان الخطر يقول لك هذا دراسة وباحث وخبير يقول لك أي جهاز قديم لا تتلفه رح فكه يعادة تدوير وهذه القطعة وده طبعا الخبير عنده شركة عادة تدوير حردك فهو قاعد يتكلم عن ذا الموضوع النزب لاحي يعني ما عندنا البطارية تقعد عندك الشاحن يا بالحاج الشاحن اللي في ثلاثين يربطونه يعدلونه واصبر صبر منه 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 جاي تقول لي يقعد التدوير يقعد الجهاز في الدولاب لما يقدم موديلة بعد فترة ونصورها زمان يا فن مانا برامي شي الشيء مانا مانا يريد ندور ولا نريد شيء كل واحد سار يطلع في برنامج يسوق الشغلة يقول لك هذا الخبر الرابع هذا في بريطانيا واحد موسوس هذا مشكلة هذا وشغل الاسعاف كل شو يدق عليهم هلو يقول لك الرجال دق ثلاثمية وربعة عشر مرة وخسر هيئة الصحة البريطانية خمسين ألف جنيه سترلين واخر شيء ما في شيء الرجال ما في شيء لكن هذا على الموضوع ذلك الخبر أنا ودي صراحة أن أقدم شكر لرجال الدفاع المدني الأمانة اليوم وقفتاً على نفسي حريك جارنا والحمد الله الأمور طيبة وكل شيء تمام لكن للأمانة من اتصلت على الدفاع المدني إلى ما وصلوا إلى ما نطفوا الحريك ما أخذ معهم تسع دقائق ماشا استهلا وما أحتاجت أن أقول لهم لوكيشن ما لوكيشن أهل اتصال العالم عندك يعني هذه تحية تقدير وإحترام لهم في تطور والله في تطور فنطلع فاسم موسيقى 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 قضيتنا هنا امن بالابطال احنا عارفين البطال مراح يقصرون احنا قضيتنا الناس اللي ما تسمع التحذيرات الدفاع المدني يحذر يا جماعة إذا جاء مطر انتبهوا مسيول يا جماعة إذا جاء شفتوا بركة مالات كنت طبون أنتوا بزرينكم يا جماعة مدروا لكن الناس وش سوي لجاء عاندت وراحت ثم بعد كده تكرر عندنا حوادث كل يوم وحنا نشوف أول شي تغثون اللي كاشتين بأدب لازم يروحون ينقذون ويطبون وذا ولا سمح الله ممكن تموتون ويموتون معك العالم اللي طبع تنقذ عرفت ليش لي غلط تعاند مؤسيل في أحد يعاند سيل فخلنا نشوف أول مقطع فيه موضوع اللي كل سنة نشوفه هذا اللي فهلينها فهلينها لكن بعد لا ورط راح قدامي شوي ثم انغطس قاموا يصيحون والدفاع المدني يا أخي ما طلع فيه وقت قياسي من قالك تروح تطب من قالك تروح تطب هذا سيل رايح تطب تستمتع وليه تسرويه سباحة سرواست النوع خاشم مقطع الثاني هذا برضو من مناظر اللي شفناها العام ونتمنى ما تتكرر طبعا بيجي واحد يقول يا أخي الكبري غرق طبيعي نزل مطر دفعه واحده بعد ساعتين ما عمره طورت أغلب الشوارع اللي أفكت أعرضك أنت لا شربت مويدة فعادة شرقت فهي في غالة تنسيم الشغلة شوي شوي لكن هذولي ما عندكم مسبح ما عندكم بركة عاد في الخرج في المزارع كلها برك رايح تطب في بركة قلت ثم والله ولدنا طاح في السيل والله ما ندري وينه والله ما ندقينا على العالم ما حد جاء ما حدا أنقذه والله يدوروه والعالم تبكي على تصرف نفس الكلام تصرف فردي وغير محسوب المسؤولية ولا يدرونش المسؤولية نشوف بعد وانت لسا الفعاليات كثير راح 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 تشوف هذا نفس الكلام أنا والله ما دري لسار فيه لكنه كثير من ذنوعية يشوف السيل يقول كنا بس بشد قشعيب ووجيك وذا صور يا فلان لا تطور يا فلان لا تصور يا فلان ماذا يا أخي ما أدري وشي عن دون والله العظيم خلاص لا راح السيل تعال تمش في الحالك لا موتر ينجمل والله لو معك ديركتر ترى ما مريت من ذا السيل انك تنشب في النص حنت الموتر في الثاني في الثاني لما نشب ويطلع فوق التندة وش اللي حادك لاهو المقطع اللي طب في ثلاث عماير انه شي تصور موتر ولاهو انك في الخير طب وتسحب سيارتك وتطلع فوق تندة ما في في الخير بتورط تقعد فوق التندة والله العظيم هذا اللي يصير في السيول عندنا إذا جاء وقت المطر نوع من أنواع الهياط الغير محسوب انه ترى كل واحد يتوقع الموضوع سهل ترى قبلك ناس واجد ماتت تقول الموضوع سهل زي اللي بيجي يقطع الإشارة يترفت ما في حد يوم ويقطع إلا واحد ناتفه هو الموضوع ثواني فهذه مخاطرة لكن ما يلمون دفع المدر طلعوا ذا القوارب الصغيرة طلعوا مدرش راحوا مدرش الناس لازم تفهم انه يا جماعة وقت المطر ووقت السيل كل واحد يتكي في بيته يستمتع في حوشة من شباك ذا لكن تحذيرات الدفاع المدني وهذه المرة المليون ومدام أننا أمزجتنا رشة لطيفة ضريفة قلنا نقولها حن بدريون ويذكركم في ذا المشاهد فالتحذيرات ما الدفاع المدني يقول لك الأول احذر عنده طول المطار هذه التحذيرات لا تجازف في الجلوس في مجرى السيل أو يعبورها يا أخوان تكمن تكمن ما بيعناتك إذا جاء السيل ضف عفشكرو حنان طلعين يمون ليسار لا لا تسويينك في الأخير بتسحب فرشتك تنقذ الموقف لا ترى السيل ما يجي كذا يجي كذا ما شيء الثاني يقول لك تؤدي الأمطار الغزيرة وجراي المياه إلى ميل في أماكن ماء أو إنجراه في الطرق فكن حذراً عنده القيادة يعني برضو هذه النقطة إنه لو شفت السيل ماشي ترك ما تدري هو قبل لمس أن تلاحق عليه خط ممكن الحين سار بير السيل شاله لا زفلت ولا غيره ممكن ما تدري فأنتج يا ماجلان حافظ الطريق وما عليكم ما دل دبلو في حفرة راح فيها هو أخويا وبرضا الأربع الرابع يقول لك لا تخلي أطفالك لعبون جنب السيول الخامس النظر لمجرس السيول يسبب دوخ وهذول دائماً اللي على الجنب اللي يجي يطل في السيل مدل يشوف وجهه في الموية مطنبح يشقول لهوا على وجهه ويلقطونا عادنا خلاص رسالتنا واضحة يا جماعة وقت السيول الهياط اللي ما لا داعي ما لا داعي تفرجوا واستمتعوا لا تشغلون خلق الله وتشغلون العالم لنا عشر سنوات نحذر منذ الموضوع ابعدوا واستمتعوا وشكراً يا الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة ايه طباشير كيف حالك بدر؟ ايضا ايضا اتقلبك ايضا انا اتكلم في البداية انتدري ان احنا في سنة 2018 لا والله احلم سواء انتدري انه في 2018 ادري حلو طب خان بنشوف صورة ونرجع وين على الان شفة الشاشة هنا ايضا ايضا هذي عجاج السنيني اشان اتبترك انك لا بس الثانية عشرة جديدة بس في فرق والله والله في فرق لا يا رجال والله انت من نفسك تكلم انت من نفسك وبعدين تصبغ لا ما اصبغ يا رجال لا والله لا والله بس يمكن مع التحديد ايه برو بأتر اخفت عليكم لا بسم الله انا مخويهاي صاروا لا عرسوا وتغيروا لا انت صبغة ما انا حد صدك انا لا احلى الله فيش فيها اربع شيبات هنا ما اغيرت انا لا عندي هنا تحت احلى احلى مش تنسوا انا طيب كثير من الشباب كانوا ببدايتهم ومنت منهم وانطلقتوا انطلاقة قوية كان نذكر من السلسل 37 صح ضي بعد 37 وش سويت بعد 37 اذا تكلم عن الشباب ولا كبدر الحيد بدر لا بدر بس انا تكلم الشباب وانت انطلاقت 37 كان انطلاقتك الرسمية صح صح يعني انا الجمهور عرفنا من خامس سلسل 37 حون بس اننا استمرين يعني بس اننا كغروب انفصلنا لكننا استمريت يعني بعد 37 بس كقوة 37 ايه يعني انت تكلم عن مسلسل كان يعرض يطارك 8 شهور تخيط 8 شهور ويعرض مسلسل حلقة اسبوعية فبعدها بعد 8 شهور تقدر 4 شهور من قطع الشاشة بعدين ترجع الجزء الثاني ايضا 8 شهور يعني يمكن 37 انه كان اسبوعي ثلاثين حلقة اسبوعي اعتقد يعني كان مشاهد اكثر يعني عطت فرصة انتشار اكثر طيب هل ممكن انكم تعيدون التجربة مع ان القروب موجود والنقطة الثانية اليوتيوب صار مفتوح يليت والله الكثير من الجمهور يطلبنا وطالبنا يعني بجزء ثاني جزء ثاني ثالث بحث وعلى فكرة كان ترى المخطط له كان خمسة جزاء المفروض 37 يعني انا اول مرة اقولها لا انا اذكر كان ثلاث جزاء وجزء ثالث بس نفس الشركة المنتجة هي بعد الثانية يعني توقفتها يعني كما تقدر يعني تقول لهم شي صح طيب انه انا مقلت لسيمين ذاك صادر يصير تسميك يطرشك صحب من الجاك نفسيا نفسيا ترى التأثر طيب بس عليك ان شخصياتك او العمان اللي اشتغلت فيها كلها انت تشوف انها اكثر من كاركتر ولا كاركتر واحد لا اكثر من كاركتر لا اكثر من كاركتر يعني لو لو اسردها لك مثلا لما تقول بعد سبع وثلاثين ايه بعد سبع وثلاثين كان طالع الولاد المتميله البناتي مدري ايش على طول بعدها جت قلبت كاركتر ذيب ام الحالة سبك ايه عرفت كاركتر مختلف لك مختلف هاني بس نفس كان نفس الساكسوكا نفس اللي لا ما كان ساكسوكا لا 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 عندك صورة لا لا ما كان ساكسوكا اناس 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 لا كان قصة ذي الغبية ايه قصة ايه اوكي اللق الغبي هو كان ايه وجه تحية لفوي ثامر السيخان كان هو المختلف الكاركتر هذا عشان نطلع من سبع وثلاثين وكنت بتحمس انا من ذلك وبعدها يعني توالت الادوار بس برضو نجحت انت في المستلسل ذا مع ثامر السيخان ايه ثم الحالة ثم الحالة ثم الحالة بعدها انت طبعا في مرحلة صار فيه اختفاء مو اختفاء شف انا في مو اختفاء يعني انا كل سنة كان يعرض لي عمل عملين في السنة بس انه يمكن يعني الى الان ان طباع الجمهور سبع وثلاثين راسخ عنده معرفت يمكن 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 ما قدرت الى الحين اطلع من نجاح سبع وثلاثين بعمل اقوى صحيح مع انه فيه اعمال يعني قدمة تميزة يا انه وناجحة هي كتصوير وفكرة بس يمكن ان ظلمت من القناة او ان ظلمت لكن فيه عمل حين القراك عملكم ودي حلو اين هو الان شوف مشهد من يلا اه تفضلي اهلا وسهلا انا اسمي درا ودارسان ما يهمني ما يهمني مش دارسة ايه بس انا قريت انكم حطين في الاعلان يعني تبون شهادات شهادتي فيك مجروحة شهادتي فيك مجروحة عموما هذا السي في حقي وفيه كل شهاداتي بس مع الاسف خبرتي قليلة ولا يهمك ولا يهمك بس انا يهمني شي واحد في السي في موجود وشو هناك رقم تفشك ايه chains ايه ايه يا رقم جوالي وفيه بعض عنوان بيتي في مالو يعني قبرتوني تتواصلون معي انسي اني مقبولة مقبولة يعني مقبولة لا يوجد أي شك، لا تشري لهم أننا سنكلمك إشاء الله هذا لا يشهد كوميدي؟ ماذا؟ صدقات؟ لا يعمل الفكرة أصلا، الفكرة، الفكرة، الفكرة أنه هي كوميديا يعني أنه كنت تبالغ في الكوميديا أصلا لأنها هي هذه الرواية، هي قاعدة تروي كيف تعرفنا أنا كيف تعرفت عن زوجتي لكن حركة الكرسي اللي سويتها هل تراها؟ من زود الخاقة يمكن كذا هي الخاقة، يجب أن تذكر كرسيك؟ أنا طلعت عفوية يعني طيب بدل ما فكرت فترة من الفترات أنك تصير مدل؟ لا، ما فكرت أبدا؟ أبدا؟ طيب خلنشوف الصور مجموعة صور مجمعين هناك الشباب نعم عجيب هذه الصورتين؟ جديدة من الأسبوع إيه، بس فيها شغل حلو صح ليش؟ ليش صورة حلوة يعني لا، أنا قصي، ليش من تفكر تصير مدل يعني؟ إن شاء الله مدل إسلامي، ترى، مو بالقدر أنه مدل إسلامي مو الشورت إسلامي هذا برمودة، أحد يلبس برمودة لا، مو برمودة ما عنده لا تركي، يلبس برمودة، يالله طيب كيف ترى تجربتك في الأفلام؟ والله، جمهور خاصة الجمهور اللي متابعين الأفلام تحسين أنه متعطشين الأفلام، وأنا نجحت في الأفلام خاصة مع أخوي بدر الحمود في المداكن، ومع أخوي سامير عارف في المثنى عش بس الأفلام القصيرة أنت تتكلم؟ لا، ما كانت قصيرة، يعني كانت، يعني مثل الداكن كان أربعين دقيقة يمكن حلو، و 12 كان 35 دقيقة بس كله مهرجيانات كان؟ نعم، 12 كان عرض، عرض عرض وين؟ بعيون سعودية، برنامج بعيون سعودية بعيون سعودية عرض، حلو، لأنه ما شفته، بس أني أحس أنه طالما أنه ما عرض على السينما، صارت السينما، فيعتبر أنه لكن كان في مشروع أنه يعرض، يعني لما كنت صورا مع بدر الحمود، كان يقول أنه في مشروع أنه نعرض في السينما في بحرين بس، بس ما تعرف يعني أنت لما تصور وتصير في كلام بينك وبين المخرج طيب كم تقيم نفسك لو قلنا من واحد للعشرة، تقيم ممثلين يعني أول شيء الكوميديا، كم تصنّف نفسك من واحد للعشرة؟ لا أقدر، والله، والله ما أقدر، يعني مو أنا اللي أصنف نفسي، واللي أقدر أصنف نفسي، فس يعني، ما أقدر والله، ما أقدر طب لو قلنا في الدراما والترويجية نفسها، نفسها لكل، والله، يعني ما أعرف إن شوف أدائك، أدائك، أي يوم أفضل أنا أفضل بالنسبة لي أرتب لك أسواة الأفضل لك الكوميديا أو التراجدي النص 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 جاك نص قوي وجميل في الطرفين وين تلقى نفسك؟ في الطرفين؟ أشوف الأفضل لي وأنا حسني ناس بني أباخر بس يوم الموترين يعرفوني يقول لك أنا والله أنا بحكم يعني حكم الشغلي الواجئي طالع في الكوميديا يعني كثيرا الكوميديا فأنا يعني راح أختار التراجديا طيب أنت شاركت في طاشر أصلي هل تشوف طاشر أصلي طاش التقليد وطاش مدري أنت شاركت في طاشين شوف طاشر أصلي على فكرة حتى القروب أو الكاست اللي كانوا مع أستاذ عامر حمود وقت التصوير يقول له تغير الاسم أفضل يعني من طاشر حتى إحنا كنا الموثرين يعني إحنا من منت يعني إحنا من نتنافس قامتين إنت ناصر وعبد الله عرف بس كسب القضية في الأخير جديدة كسب أخذ الاسم طب يعني نفرق وقتها كان طلعت الأصم يعني أصم منافسة صعبة ما تقدر تصف الجو ما تقدر تقارج طيب نشوف ذلك الفيديو اللي قبل شوي عطوني كم مسلسل عندك بالإضافة إلى سبعة ثلاثين نرطاشة الأصلي فقط هذا ويش البرنامج هذا برنامج يوتيوبي المقدم كان سيت اسمه فكان فاتح لقناته وسبب برنامج اسمها سبعة سئلة وكان وقتها سبعة ثلاثين توا نازل فكنت أنا أحد ضيوف البرنامج آه حلو طيب متى بتصير منتج؟ آه والله قاعد أفكر والله قاعد أفكر تصدي خاصة أني خريج علام حلو ما شاء الله طيب ما أدخل خريج علام لازم تصير منتج؟ لا يعني نحن عندنا في الوزارة إذا صرت خريج علام لك أولوية أولي كيف؟ تراخيص بالعكس الزراعة لأولوية كلنا نخريجين زراعة حنا آه والله نزراعة بنا حتى أنا زراعة دفعة عام كم أنت؟ كلنا عالم كنا أنا في الثلاثة نبرض العالم كلها زراعة الأولوية للزراعة أعدين بكلام طيب أبسلك سؤال أسأل لو طلب منك عمل آه مدري كيف أقول لك بس دور نسائي تقبله؟ لا 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 من أستحيل ليه؟ ما فالقناعات ليه مستحيلة أبدا أم أي بسل لأنه واحد يقول لي بدر موافق لا محفظ، 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 محفظ عبيب بدر استمتعنا فيك أنا أكثر يا حبيب وشرفتنا أنا أكثر، الله عزيز وأنا في المرة من زمان ما شفتك الله يسعدك واليوم جلسنا ودردشنا الله يسعدك أنا اللي أبارك لك على هذا البرنامج وعلى ديكور الجديد مرة ثانية ولكن أنا غلط سم غلط تديو شي غلطة اللي سويته إنني قلت لك سمنت في بداية الحلقة المفروض في الأخير إنك وسوست وتركت المأسئلة وتركت البرنامج قلت تركزك بشوي تشيك العطر لا والله أنا لم أشيك وعجبتني صورتك علامتني وراي مش عكت شي قاعدة معطرها نورت رايح حبيبي الله يسعدك أنا أريد أن أسمعك أغنية لطيفة جميلة هذه هداء من مروان الله يسعدك الله يقول أنا أشبّع له عرفة زينة عرفة ثلاث مروان وين انت ما هي مثل وين انت دايم وين انت هالمرة على الفين وين يمطود الغبات وين الغنايم ما بي ولا حاجة سواك انت دايم وين انت مائي مثل وين انت دايم وين انت هالمرة على الفين وين ان انت حاجة سواك انت دايم قريب مني لكن العصد غايم بعيد وقربني من اسباب ما أنا محبك حبنا فيك هايم بيهن غلا يوهن مغده كماله ويهن